الموت غرقاً ليس المأزق الوحيد لهؤلاء بل أن الغرق في البر اليمني هو الأشد إلى من عليهم بسبب غياب مراكز الإيواء وتنص لمنظمة الهجرة الدولية عن إيجاد مكان استقبالهم أما المعضلة الأساس فهي غياب الدولة في اليمن وهو ما جعل من هؤلاء الأفارقة فريسة للمهربين وفي أحدث أنباء الهجرة الدولية قالت المنظمة أنها استطاعت إعادة ما يقارب 3700 مهاجر أفريقي إلى بلادهم عن طريق البحر بواسطة سبل آمنة بعد موافقة طوعية منهم خلال العام 2022 ويرى البعض أن الهجرة الدولية لا تقدم للمهاجرين إلا خدمة العودة إلى ديارهم فقط وفي توصيف للحال الإنساني تقل مصادر مؤكدة بأن شبكة التهريب في اليمن وتحديداً في لحج ومأرب باتت مسيطرة ولها نافذون هم من يتحكمون في مصير خمسة ألاف أفريقي يصلون شهرياً إلى السواحر اليمنية وتقول إحصائية حديثة بأن السواحر اليمنية تقلال هذا العام قد استقبلت ما يربع عن 67 ألف مهاجر أفريقي الهرب من أثيوبيا والصومال عبر البحر إلى اليمن ليس مقتدى المهاجرين بل أن السعودية ودول الخليج هي الغاية التي يتمنىها كل هؤلاء لكن الطريقة محفوفة بالمخاطر وعلى رأسها المرور بمناطق سيطرة الحوثيين الذين أجبروا الكثيرين منهم للقتال في صفوفهم حيث تؤكد تقارير بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية قد استخدمت مئات الأفارقة في معارك مأرب بعد مداهمات متعددة لمنازلهم في أحياء الصافية في صنع وحملات اعتقالات واسعة واجهها المهاجرون عند وصولهم إلى البيضاء وردع وقد شيعت ميليشيات الحوثي الإرهابية عدداً من قتل الجاليات الإفريقية على مرأة ومسمع من الجميع